مباراة الاهلي واسموحة شفت ازاي هذه المباراة واداء النادي الاهلي في هذه المباراة يمكن الفترة الاخيرة ما يميز النادي الاهلي الحمد لله ان الاداء ثابت مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي فائقة وخصوصا ابرزه انا بشوف الاداء الثابت من محمد هاني على مدار 4 او 5 مباريات يمكن ده اللي مدي افضلية النادي الاهلي بشكل كبير جدا فوان حسين الشحات ورجوع المستوى بنسبة كبيرة جدا لكن حسين عنده اكتر من كده دايما بقول لما مفتاح اللعب عند النادي اهلي بتبقى فائقة وخصوصا ما يميز النادي اهلي هو كتر مفتاح اللعب سوان على اطراف الملعب او من قلب الملعب عن طريق افشا او بعض العيب او عن طريق طرف الشمال من علي معلول او عبدالقادر اللي انا بفضل دايما ان السناء ده هو اللي يبدأ اي مباراة فبيديك افضلية زي ما شفنا مباراة علي معلول وعبدالقادر فده اللي بيديك الافضلية دايما ان انت راكب المباراة دايما مع الزيادة اللي بيعملها اليو ديانج وفي نفس الوقت نتكلم ما انا بشوف ان اليو ديانج فارق بشكل كبير جدا مع داي النادي الاهلي وفوقانه بيعمل اضافة وزيادة العددية ده ما شفنا في مباراة امبي كده قدر يحرز هدف قليل او يا كابتن في مصر بتلاقي رقم 6 بيلعب بيقدر يحرز اهداف ده كان ما يميز لعبه كتير جدا وما كنتش منشوفه في الدورة المصر لا منقام حسني عبدالربو محمد شوقي حسن غالي بعض العبه كان حسن مصطفى على بعض فده اللي بتدي افضلية بتدي ان انت دايما بتبقى راكب المباراة فكتر مفتيح اللعب اللي ده خنادي الاهلي وفاقة ومع رجوع محمد هاني المستوى زي ما قلت حضراتك على الجبهة اليسرى برضو علي معلول وعبدالقادر مشكلين جبهة قوية فاكيد ده بيديك الافضلية دايما مع بعض الوقت أو بعض الفترات دايما ان الرجل بيشتغل لما نادي الاهلي بيفقد الكورة في نفس النقطة اللي بيفقد فيها الكورة بيعمل الضغطة أو بيعمل برس فاقرب عدد بساطة معنا بيقدر يستخلص الكورة دي اللي بيشتغل على الرجل بشكل جيد عشان كده ده بيديك افضلية اكيد كولر اعتقد ان هو قدر هذه المباراة بشكل احترافي وجيد جدا في ظل كمان الغيابات الكثيرة اللي موجودة في نادي الاهلي خلينا نبقى وقعينا كابتن الهدفين في اول المباراة بخطأ ده ادى افضلية ادى افضلية للنادي الاهلي وده بيفرق مع اداء النادي الاهلي في اي مباراة لانت لما بتسجل هدف اول عشر دقايق او اول ربع ساعة دايما ده بيديك الافضلية وبيدي انتباع للفريق المنافس ان لا النادي الاهلي نازل ضغطني عالي مش مديني فرصة زي ما اقول لحضرائك حتى في استخلاص الكرة في عملية الضغط بيهاجم من اليمين ومن الشمال ومن قلب الملعب بسروب واصل في التحركات اللي بتحصل مع اداء المميز من كهرباء وتحركاته اللي هم متميز بها بشكل كبير جدا وكانت مفاجأة بالنسبة الناس كتير جدا ان كهرباء يبدأ فروة صريحة لكن ده مش مركز مش جديد على كهرباء ممكن لما كنت بتكلم مع بعض الناس هو لعبها في منتخب مصر وكهرباء ما يميز انه بقدر يتحرك في المساحات اللي هي الفاضية دايما زي ما شفنا الهدف التاني الهدف اللي جابه كهرباء الهدف التالت التحرك من وراء حسين الشحات في المكان الفاضي وحسين حطها له قدر يحدث هدف فكل حاجات دي والاساليب دي في طرق اللعب بتديك افضلية بشكل كبير جدا